يا شباب مساء الخير ممكن انشور بس كده ان الصوت واضح وانه صور ستة ده كترة موجودين موسادكم تمام شكرا شكرا محمد شكرا علي شكرا امير شكرا بقي كل الشباب اشكركم يا شباب نهاردة يعني فشن الاولى من نوحك اول مرة نجتمع كده بالقامات الكبيرة في المجال بتاعنا النهاردة احنا بنتكلم في مجال الاركتنج يعني هتعرفوا دلوقت احنا شمعنا طلعين بنتكلم على الماركتنج وشمعنا عاملين الجادرينج الكبير ده واشو كلك بس سريعا يعني علشان سريعا علشان نستفد بكل دي ان شاء الله في اللايب يعني انا احبى اعرفكم بنفس الاول انا اسمي عدراحان بياذ انا شغال بروتاك مانيجر في وانا فرمسوطيج الكمبني ويرب صوريش فاهمتش النهاردة زي ما انتم شايتين كده احنا عاملين جادرينج اول مرة يدعمل كل الافواد الافواد الموجودين احنا قامات كبيرة في الماركتنج اول حاجة بنتكلم فيها في الماركتنج وده اللي احنا هنوضحه ان شاء الله خلال الساعة ديت انه على يعني على مدار الفترة الكبيرة اللي فاتت ديه ناس كتيرة جدا بتسأل ازاي انا ادخل مجال الماركتنج وايه هو المطلوب وايه هالسكيلز المطلوبة ان انا احققها عشان ادخل مجال الماركتنج وايه هو اصلا دور الماركتنج او البرودك مانجر او الاسوشيب البرودك مانجر والفيكنز بنتصر ازاي وغيره وغيره من الافئلة الكتيرة ديت السؤال الاهم بقى اللي احنا جايين النهاردة لازم نجاوب عليه ويعني مستضيف كل القائمات اللي هنتعرف عنه النهاردة ان شاء الله علشان نجاوب على سؤال ماركتنج ولا سيلز ولا اتش ار ولا فيرو الكارير بثوي بشكل عام الحقيقة انه هو ده بقى الجزء التاني اللي احنا كنا جايين نتكلم عنه احنا عاملين بروغرام اسمه ماركتنج بلان كيس استادي اول مرة يتعمل على مدار الفترة احنا حجزنا الحمد لله اول ويف هتبدأ ان شاء الله يوم 13 يناير الجاي اللي هو الخميس او سوري الاربع اللي زي النهاردة اول ويف اكتماعات احنا بنحجز الوقت الويف التانية لكن الحقيقة انه لقينا خلال حجز الويف الاولى سؤال من خلال التيم لقوه انه الناس نفسها متقبطة نوعا ما تدخل ماركتنج ولا سيلز وتدخل ماركتنج ليه بعد اما الناس عندنا في تيم ريبسولوجي بيسألوهم طب انتم عايزين تدخلوا ماركتنج ليه بتلاقي فيه نوعا ما الفيشن مش واضحة اه وبعد ما احنا بنعمل في الاخر خالص التيم نفسه نفسه تيم ريبسولوجي اللي ما بيتوصل معاكم لما حد عايز يحجز في البروجرام وغيره احنا ما بنجاوبش على الناس اللي هو عايز تحجز يلا خلاص هتسجل اسمك ما عدناش كده خالص احنا بنسألك الاول انت محتاج تسأل محتاج تحجز ليه انت قريدي التايتل بداعك ايه وغيره احنا زي ما زي اكننا كده بنعمل معاك زي اه مينتورينج كده انت محتاجها اصلا ولا لا عايز اقولكم فيه طلبة عايزين يشتركوا معانا احنا نفسنا بنقولهم انتو ممكن ما تستفدوش بها ففي الاخر خالص بنقولهم لا انتو ممكن تستفدوا بحاجات تانية خالص غير انتو تشتركوا فيه الكورس ده فده الجزء التاني اللي احنا جايين نجاوب عليه سيلز ولا ماركتنج ولا اتشار ايه هو الكريم باثويل المناسب ليك حتى لو انت كنت شايف أنا عايز أدخل المجال ده فالنهاردة إن شاء الله نستفد أقصى استفادة أول مرة نعمل الملحمة بتاعت الماركتينج دي ونستضيف القامات الكبيرة في الماركتين إن شاء الله مرحب بتكاترتنا وطيوفنا وإن شاء الله نتعرف على كل طيوف بإذن الله الحقيقة أول سؤال يعني ممكن نسأله في المجال اللي احنا بنتكلم فيه لهو الكريير بثوي بشكل عام السيلز والماركتينج هو إيه الفرق أصلا ما بين السيلز والماركتينج بثوي وإيه الهيراريكي بتاع السيلز وإيه الهيراريكي بتاع الماركتين في الفارما اندستري في يعني أستأذن دكتور أحمد بعادل يعرفنا على يعني عرفنا الإجابة على السؤال وبرضو نعرف الشباب بحضرتك فضل دكتور أحمد أهلا بيك شكرا دكتور أبراحمن السلام عليكم هاي فريبادي ديز أحمد عيدل سيلز والماركتينج مايجور للمس دي آآ ام حبي طبعا ان انا موجود معاكم نهاردة وموجود مع الأكسبر وموجود مع تيم البيسولوجي آآ سيلز دفنيت لي سهلة جدا انت النهاردة ماندوب عايز تبقى تاخد كليل الباثوي بتاع السيلز هتبقى بعد كده السوبرفايزور بعد السوبرفايزور السبنسيبولي بتاعتك بتبقى أكبر شوية بتبقى مثلا أو هو سوبرفايزور في بعض الشركات و بتبقى ديستيك ماجر في بعض الشركات أو سيلز ماجر وبعدين بتبقى السكوب بتاعك بيبقى أكبر شوية بيبقى نشنال سيلز ماجر وبعدين بتوصل للسيلز ديركتور this is the career pathway for sales طيب و on the other hand الماركتنج الكليل الباثوي بتاع الماركتنج equivalent للسيلز هيبقى product major ساعد بيبقى فيه حاجة اسمه associate brand major أو associate product major مرحلة كده ما بين medical rep وال product major بعد product major بتبقى group product major وبعدين بتوصل لmarketing director marketing director وهو وتضهى النحية التانية sales director إذن this is the true career pathway بس طبعا دي بعض الشركات بتعمل sales and marketing two departments مختلفين في بعض الشركات بتدمج sales and marketing في جوب واحدة أو بيسموها business unit model بمعنى صح بيبقى مثلا بيبقى مثلا بيبقى فيه sales manager marketing manager وبعدين بيترقى مثلا بيبقى franchise franchise بيليد sales and marketing أو sales and marketing manager وبعدين business unit director business unit director بيبقى اشتغل sales and marketing عشان بيبقى manager of sales أو manager of marketing وكذلك طبعا franchise أو sales and marketing manager ده الفرق ما بينهم في الهيراريكي طيب الجوب نفسها الجوب sales and marketing طبعا هو سؤال عشان احنا احتراما نلوقت طبعا ممكن نقعد نجاوب على السؤال ده في محاضرة كبيرة فعلة من sales and marketing بس I will get take the home message from what I'm saying sales بتتلفظ في dealing sales manager dealing with 4 main aspects البизнес البيبقى الكاسمير الريسورسس اربع حاجات بيتعامل معها بيدي البيزنس سواء مثلا الى اللي بيشتغل فيه الاسليبيديميا الى اللي بيشتغل انت شغال على ايه البيبول بتمنش البيبول الكاسمير اللي هما اللي انت بتزورهم بتاعت اللي بتزورها ومن خلال والريسورسس اللي هي في ايدك عشان تجيب الطارجت ده طيب الماركتينج بقى ايه الفرق بينه بتعامل برضو مع بزنس بس بالاسبك المختلف لانه هو بتعامل ناشونال وايز او لا هو مثل كلاستر مثلا بكلاستر وايز مش بتعامل بتعامل برضو مع الكاسميرز بتعامل مع بس طبعا برضو بسكوب مختلف والاهم من كده البراند منجمه هاي دي فرق فرق اللي جاوهربة من السيلز و ماركتينج هنا البيبول مانجمه في السيلز البراند منجمه في الماركتينج ومانجمه البراند طبعا كل الماركتين والسيلز مانجمه كل واحد ببنيه طبعا في حالات كمان ما بينهم بس طبعا اهم للماركتين بتبع الاناتيكال سكيل الاناتيكال سكيلز تبع عنده كوائسة تيم بلاي الكمميكيشن سكيلز دلوقتي حاجر مهم جدا التك سافي او الذكاء التكنولوجي لازم يكون داري بالحت الديجتال و هاو تو كوب with the digital revolution اللي بيحصل دلوقتي من addition طبعا الانتوريشن السيلز مانجم طبعا اهم حالة عنده بنسجال البي 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 بلدي تانين معنى صح الكمميكيشن سكيلز مقودة عند الاتنين lead by example برضو بلدي الترست المنجد المهم جدا الكالشور يهو بي 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 ممنش فلا هو لو بان عليه الاسترس او بان عليه مشاكله هيترانسفير تراشل ده للتيم. برضو وطبعا موجودة برضو عند فده باختصار شديد طبعا الفرق ما بين السيلز والماركتينج دكتور عبد الرحمد. تمام يعني اشكتك يا دكتور احمد على التوضيح دوت الفرق ما بين السيلز والماركتينج بشكل عام والفونكشنز بتاعتهم بشكل عام وان احنا عرفنا ان السيلز ده بيتعامل مع الفونكشن هو سيلز مانجمنت وبيتعامل برضو مع بيبل لكن احنا او ان هو بيدير بيبل لكن الماركتينج بفونكشنز مختلفة نوعا ما طيب خليني برضو اتطرق للسؤال التاني يعني اي هوب ان احنا برضو بنوضح لكم يا شباب ببعض الاسئلة البسيطة اللي احنا اخترناها النهاردة والاجوبة اللي هي تو the point ان هي تفرق لكم اللي هي يعني تستخدموها في ان انتو لما تفكروا مع نفسكم في الكريبة ثوين انتو تشتغلوا في الماركتينج يكون الاجابة بالنسبة لكم واضحة خلينا نترك لسؤال تاني يوضح اكتر الامر ده السؤال التاني اللي احنا بنتكلم عليه طيب بعد ما عرفنا الفرق ما بين السيلز والماركتينج خلينا نتكلم على الماركتينج بقى بشكل عام والماركتير اللي موجود في اي اندستري سواء في الفارما اندستري او غير الفارما اندستري هو اي هي المين رول بتاعه اي هي المين بتاعت الماركتير بشكل عام خلينا اسأل دكتور طارق وبرده نتعرف على دكتور طارق افضل دكتور اشكرا الدكتور عبر رحمن انا اسمي طارق وحيد انا فارماسيست حاليا ماركتينج وترينج منيجر شركة مدازنا انترناشنال احنا عندي ما بين السيلز والماركتينج والترينج اشتغلت جوا مصر واحتى في الخليج ساودي ارابيا اشتغلت في فايزر ومس دي ساودي وحاليا زي ما قلت الحقيقة انا ماركتينج وترينج منيجر في شركة مدازنا وانا ماركتينج في الاي و سي وصيرتفائي ديجيتال ماركتير من بيرسوني لبيرسوني الحقيقة سؤال حضرتك مهمة جدا وهو ايه هي المين رول او الكورد فانكشن بتاعت الماركتير في اي فارماسيوتيكا الاندستري اول حاجة اي ماركتير بيبقى مطلوب منه انه هو يعمل ماركتينج بلان او خطة تسويية الخطة التسويية دي اكيد لها اهداف واحد ان انا لازم اماكسمايز البروفيت بتاع الشرك اتنين ان انا لازم ازود السيلز فوليوم تالت هدف للخطة التسويية او الماركتينج بلان بتاعي ان انا لازم ازود الماركت شير او يشود جين ماركت شير لبروتوفوليو او البرودكتس اللي انا مسؤول عنه رابح حاجة ان انا اعمل براند اوارنس يبقى اول حاجة مطلوبة من الماركتير ان هو بيعمل الماركتينج بلاني وعشان تحقق الاربع اهداف دول حضرتك محتاج تعمل استراتيجي ويكس عشان توصل للوبجيكتف اللي هيوصلك ان انت تزود ماركت شيرك وتزود السيلز فوليوم وتزود الشير او فويس بتاع البراند بتاعك فبتحقق البراند اوارنس وفي النهاية تماكسمايز البروفيت بتاع الاركنيزيش وعشان تقدر تبني استراتيجي وتاكتكس مصبوطة حضرتك محتاج ان انت اول حاجة تاناليز وتفهم السوق اللي انت هتشتغل فيه فانت محتاج تعرف حجم السوق ده قد ايه محتاج تعرف ايه الماركت سيتيوشن الماركت ده بيجروه ولا بيديكلاي محتاج تعرف مين هم الاركت سيجمينت بتوعك وايه هو البيينج بهافير بتاعه ايه السلوك الشرائي بتاع اليوزر سواء كان بيشن سواء كان دكتور سواء كان فارماسيس كل دول كاسمار بالنسبالك محتاج تعرف مين هم المين كومبيتور بتوعك محتاج تعرف نقاط قوتك للمنتج بتاعك محتاج تعرف ايه الويكنيس بتاعك محتاج تعرف الوبرتونيتز والشالنج او اللي موجودة في الماركت ده ومن هنا بيجي دور الماركتير ان حضرتك بتجايد التيم بتاع السيلز تيجي تقول لهم هنا يا جماعة اواجه اقول للشركة بتاعتي انا هنا شايف ان فيه بوتنشيال في الماركت ده فانا محتاج بروتكت بالكاركتوريستيكس الفلانية انا هنا شايف ان فيه سريتز موجودة على المنتج بتاعي رابح حاجة بقدر اعملها طيب انا النهاردة عرفت السوق عشان اقدر يبني ستراتيجي والتاكتكس عشان اقدر احقق الايه من الماركتينج بلان بتاعي انا لازم احدد السيجمينت اللي هتشتغل عليه وهنا بيجي دور الماركتير ان هو بيكريات كاستمر مين هم التاركت كاستمر مين هم الاسبيشياليتي مين هم وانا بقسمها لحسب البوتنشياليتي والليواليتي للموليكيول بتاعي يبقى انا هنا باعمل سيجمينتيشن وتاركتينج طيب انا عشان اقنع الفئة المستهدفة دي اللي هي التاركت سيجمينت في المنتج بتاعي اول حاجة الكاستمر بيسألني انا اكتب منتجك ليه وماكتبش الاثرس يبقى انا لازم انا كا ماركتير اكريات فاليو للبرودكت بتاعي وعلى فكرة كل الفاليو اللي الكاستمر بيشتريها او بياخد انطباع عن المنتج دي بنقول عليها الفاليو بروزيشن اللي هي القيمة المقترحة العرب فبالتالي انا محتاج كا ماركتير ان انا اعمل صورة زهنية للمنتج بتاعي او اللي احنا بقول عليها جماعة البوزيشنينج ايه البوزيشنينج بتاع المنتج انا ايه الصورة اللي عايز اوصل فيها الكاستمر ان هو يشوف المنتج بتاعي مميز ازاي وعشان اقدر اعمل بوزيشنينج مزبوط محتاج ان انا يكون اعمل ميسج والميسج دي تقدر انها او كومينيكيتينج ميسج اللي هيقولها السيلز تين بتاعي محتاج ان انا اقدر اديفرانشيت البرودكت بتاعي عن الكمبيتتور واصنع لنفسي البوزيشن من خلال ان انا اكريات فاليو تقدر تستسفاي الكاستمر نيه الماركتير الماركتير الدكتور عبر رحمن يعني بنقول ان هو ده رجل بياللاين مع كل الدبارتمنت حضرتك محتاج تعمل مع السيلز تين لازم يجبولك ماركت فيدباك عشان تقدر تبني اندستراتيجي والتاكتك الصحة هم اللي هيجبولك لو في نيو برو دكت لونش ايه الاكتيفيتز اللي الكمبيتتور بيعملوها انت محتاج كمان ان انت هتتديفلو بالسيلز تين بتاعك لازم ياخدوا ميديكال ترينيج قوي لازم ياخدوا ترينيج سكيلز قوية لان ده الراجل اللي هيكون فيه المسج في العيادة او في الصيدلية حضرتك برضو محتاج ان انت تعمل مع الميديكال ديبارتمنت لان ده اللي هيديك الكلينيكال ترايلز اللي انت ممكن تدفرانشيات المنتج بتاعك عن الكمبيتتور او يديك كلينيكال ترايل ان انت تقدر تقاوة تمنوفر الكمبيتتور لو فيه كلم ناحية المنتج بتاعك محتاج تقال لاين حتى حضرتك مع الكميرشيال تيم تيجي تقول لي انا عيه علاقتي كماركتير بالكميرشيال تيم لأ انت ليك علاقة مهمة لان ممكن الراجل الميديكال ريب بيزور ويطلع روشتة ويجي المنتج مايبقاش افليبر فانت محتاج ان انت تقال لاين مع الكميرشيال تيم محتاج تقال لاين مع الفاينانس النهاردة حضرتك الماركتينج بلان لها بادشت والبادشت ده هيتعمل بيه اكتيفتي تبتخيل النهاردة لو فيه الوكيشن للرسورس او الفاينانشيال بروسس بتتأخر طبما انت كده هتخليك تخسر عملة او تأجل الاكتيفتي طيب زي ما احنا قلنا فيه بادشت البادشت ده بيقودنا ان احنا لازم انا كماركتير انا لازم بما ان فيه بادشت وفيه اكتيفتي يعني هنا حصل ريسورس انا لازم اميك شور ان الريسورس دي محتوطة في المكان المناسب مع الكستبار المناسب وده اللي احنا بنقول ان انا ايشود مونيتور الريسورس الوكيشن وهل الاكتيفتي دي بتجيب الاروي ولا لا يبقى انا هنا وظفتي برضو ان انا بعمل كنترولينج اخيرا الدكتور عبر رحمن زي ما قلت لحضرتك انا عشان احقق اهداف الماركتينج بلان اللي هي الاربع اهداف اللي ما مخرجش عنهم محتاج الستراتيجي والتاكتيكس الستراتيجي انا حددت السيجمنت وعرفت الصورة الزهنية اللي انا هبني بها المنتج وهفرق نفسي ازاي عن المنافس التاكتيكس هي كل الاكتيفتيز والبروموشنال تول اللي في ايدي انا كماركتير ايشود مونيتور الامبليمنتيشن هل الراجل اللي تحت ده بينفس التاكتيكس المطلوبة ولا لا اخر حاجة ودي اخر بوينت بالنسبالي المين رولو في ماركتير لازم ان انا انشور ان فيه ابروبيت ماركت ميكس يعني الماركت ميكس لو افكر الزملاء اللي هم السيفن بيز المنتج بتاعي لازم يكون فيه كاركترستيك وصفات حاجة تقدر تفرقوا عن غيره يعني ممكن النهاردة ممكن يكون حاجة مميزة يعني مسلا النهاردة فيه في فيتامين بي في الماركت بيبقى في صورة أورال دس بيرسابول فيلم تحط على لسان بدل الحق انت ده فكرة جديدة في البرو داك مسلا السعر بتاعي هل او انا سعري غالي كتا هل ان انا نهاردة وانا الكمبيتتور ارخص مني فانا لازم اقول لي التين بتاعي ايه الميزات التنافسية او الكمبيتتور بتاعتي اللي بتخليني انا اغلى من المنافس ولازم ان هو يكون في المنافس طب لو انا النهاردة سعري ارخص هستغلي ده ازاي ده البرائس البيليس هل انا عندي ديستريبيوتر بيقدر ان هو يساعدني ان منتجي يبقى متوفر ودين في الماركتنج بنقول عليها الانترم الانترم دييرز دي النهاردة لو ما عندكش شبكة توزيع قوية ممكن بنلاقي بعض الشركات والستارتاب بيزنس ومصر ما بيشتغلش كل الجمهورية فده اكيد هيأثر على البروفيت بتاعك هيأثر على البراند اويرنس البروموشن المتيريال البروموشن دي كمع كلمة تحتوي على حاجات كتير الاعلان الادفورتايزنج الادفورتايزنج ده دايما عشان نفرق بين الادفورتايزنج والبروموشن الادفورتايزنج ده محتاج ميديا يعني ممكن اعمل اعلان في راديو ممكن اعمل اعلان في تلفزيون ممكن اعمل بيلبورت ادفورتايزمنت يوفط بولي ده اسمه ادفورتايزنج البابليكس هل في ده كاتر هتتكلم عن المنتج هل انا بشترك في مؤتمرات هل في يوتيوبرز مميزين مث مثلا زي ما بنشوف دلوقتي في بعض الصلاة اللي بتتكلم عن disease area ومنتجات فلازم اننا ال publics بيه اهتم بيه ال direct selling اللي بيتم وال personal selling اللي بيتم من خلال هل هم equipped ان هم يقدروا يقاوط maneuver ويconvail message بتاعتي ولا لا ال process هل ال process بتاعتي بتمشي في ال right track ولا لا اخيرا physical evidence وهي شكل المنتج بتاعي لو انا النهاردة بنزل منتج وعندي distributor قوي والمنتج physical characteristics او appearance بتاعه سيء زي ما احنا بنقول بالبلد كده العين دايما بتشتري فممكن ده يكون هندر فده برضو دورك كمر كتير ان انت تهتم بال design وال physical evidence بتاع المنتج اخيرا ال people ودول اهم حاجة في الشغلانة لازم تكون رايب من الناس بتاعتك control by توفر لهم كل support فهي هوب ان انا اكون اقدرت اا يعني اا يعني اكون استفادت في حتة ال main role of marketer inside pharmaceutical حلو جدا اشكرا يا دكتور طارق يعني زي ما وضحنا كده يا شباب اا عشان دكتور طارق يفرد اا ال role بتاع الماركتيرز خدنا وقت في ان احنا نشرحها الماركتيرز مش ان هو او الماركتير مش ان هو رايب عارف اللي هو الكائن المهمي اللي بيخترع الافكار او او بيجيب حاجات creative out of the books الماركتير يا شباب ليه رولز مهمة جدا ورولز كبيرة جدا وويد وبيتعامل مع حاجات كتير اا جدا فيه ومع يعني كتير في ال الاندستري تعالى. بعد ما عرفنا الفرق ببين السيلز وماركتينج وعرفنا ايه هو رول بتاع الماركتير في الفارما اندستري محتاجين برضو نعرف طب ايه هي السكيلز الاساسية اللي لازم تكون متوفرة في الشخص ده عشان نقدر نقول انه يبقى ماركتير فممكن نتعرف على دكتور ريشامو برضو يجاولنا على السؤال دكتور ريشامو مساء الخير يا دكتور عبد الرحمن مساء الخير على السادة الديوف الكرام اللي حاضرين معنا اللايف بتاعك انا انا ريجونال بروتك مانجر في انترناشنال فرمسيوتيكال كامبني وانستركتور في ماركتينج في الامريكان يونيفسيتي ان كايرو سكول في كونتينينج ادكيشن طب السكيلز السؤال الجميل اللي انت ستسأله سكيلز اوف الماركتير طب انا عشان اتكلم على السكيلز هبني على اللي كان لسه حالا دكتور طارق بيشرحه او ايه هي الرول والرسفنسيبليتي بتاعت الماركتير انا لو انا عرفت الرول بتاعه ايه هقدر اعرف ايه اللي سكيلز اللي داريتكم متوفرة فيه عشان يقدر ايه برفورم الرول بتاعه ويعمل الفانشن اللي مطلوبة منه اول حاجة كممكن كان دكتور طارق بيتكلم عليها كاب سيرة الماركتينج بلانت انه هو من اول حاجات البيزيكس بتاعته انه هو is able to make a marketing plan طب الماركتينج بلانت دي انا ممكن اتسمها لان انا عندي two parts two major parts هي اكبر من كده بس انا باتكلم على two major parts فيها بارت منه هو عبارة عن الاناليسيس وبارت تاني عبارة عن البلانت طب عشان انا اقدر اعمل ماركتينج بلانت اول حاجة ضرورة بكون عندي analytical skills يعني ايه analytical skills اقدر افهم الصورة اللي قدامي دي زهرة منين يعني انا اشغال في الشركة ايه الريسورسز اللي عندي في الشركة دي ايه السترينس اللي عندي في الشركة دي الشركة دي والله بتنفست في ال quality measures عندها quality measures عالية عندها calibers عاليين عندها investment عالي في مجال معين السترينس اللي موجود عندي في الشركة طيب السترينس اللي موجود في ال product بتاعي انا ده كله بانالايز انا بفهم الصورة اللي انا في وسطها طيب ليه ال products اللي موجود عندي في الشركة ليه product ده نجح وليه product ده فاشل كل دي تحت ال analytical skills حتى لما اخرج ابص على ال competitors ضرورة بقى فاهم هو قادر ليه ده ليه ال competitor ده نجح هو بقى market leader وليه ده فاشل طيب دي كلها under analytic skills بتاعت ال marketing plan الجزء التاني من ال marketing plan اللي هو مسؤولة منه هو planning سواء انا بحط objective وبحط plan ازاي انا هقدر احقق ال objective بتاعي فالتاني skill هتكلم عليها هي is able to put good planner قادر ان هو يحط plan سليمة توصله لل objective بتاعي طيب هرجع تاني ل other skills لسه برضو احنا هنتكلم على ال other skills اللي موجود طيب ممكن اسألك سؤالي دكتور عبد الرحمن طيب دكتور احمد بيسأل على ال hierarchy ال product manager هو مدير مين بيدير مين في الشركة مين ال team اللي تحتيه اللي بيديره هو بيدير المنتج حال ما عنده ناس يعني ال supervisor بتحتيه ال medical rep او product specialist ال area manager تحتيه supervisor يقدر يوديهم يقولهم روحوا اعملوا كذا او ركزوا على كذا هو بيدير المنتج بالضبط هو ما هتحتوش ما فيش ناس يعني يقدر ان هو يقولهم اعملوا كده فعشان يقدر ان هو مع ذلك ان هو ما عندهش هو بيتحسب على ال results هو بيتحسب على ال sales بيتحسب على ال market share ال performance بتاع ال product طيب هيقدر يعمل ده ازاي وهو ما عندهش ناس عن طريق leadership skills اللي عنده حاجة مهمة جدا ان يكون عنده good leadership skills عارف ازاي يخلي الناس تثق فيه عارف مصلحة الناس ايه عارف ازاي هيقدر يوصل لل objective بتاعه فتالي ده هيقدر ان هو يقدر يكسب سكة الناس ال direction اللي فيه مصلحة الشركة كلها مش مصلحة هو بس مصلحة ال team كله اللي شغال معاه فليه ده جيد skills واحدة من اهم ال skills ضروري تكون عنده الماركتير طيب هابني على نقطة تانية برضو كانت دكاترة تكلموا عليها سواء دكتور طارق ويمكن دكتور احمد تتطرق لها حيثة communication ال communication skills ال product manager والماركتير عمتاً بيتعامل مع كل ال department اللي جوا الشركة ومع ال stakeholders اللي برا الشركة هو ضروري يكون عنده communication skills عالية قوي هتلاقي ان ده بيتعامل مع ال production هيتعامل مع ال R&D هيتعامل مع top management هو exposed لل top management عنده هتلاقي ان هو انا ك marketer او product manager في الشركة ال GM او CEO بيتكلمني انا عايز اعرف نقطة معينة ال product ده اشتغل ليه مشتغلش ليه دوري تكون عندي communication skills مع كل ال stakeholders دي عالية جداً ومع ال other partners external stakeholders از انا تكلمت على ال other partners مع دولة communication skills حتة مهمة جداً عند الماركتير طيب communication skills كمان هتكلم على presentation skills الماركتير تقريباً حضراتكم كلكم عارفين ان هو تقريباً من در اقول weekly basis هم اضطر انه يعمل presentation قدام customers قدام management قدام ال board قدام other partners نفعش بقى ماركتير وما عنديش presentation skills عالية قادر ان انا اقدم بها الحاجة اللي عندي نقطة كمان skills تانية كتير انا عدتك كلمت عليها بس في حاجات ممكن تكون common في sales وفي الماركتينج يعني مثلا برضو الماركتير دور يكون عنده negotiation skills كويسة دور يكون عنده selling skills كويسة characteristics common ما بينه وما بين دور بس فيه skills هفتكر نقطة بس كان بتتقلي لما كنت مشروف عندي في الشركة او حتى شركات كتيرة هم بيشتغلوا او بيعملوا recruitment لمركتير كان بيقولك ان احنا بندينه مرتب عشان بنشتري منه تفكيره طريق التفكيره mentality بتاعته دي اللي بيتدفع فيها الدي اللي بياخدوه عشان ندفعه فيها المرتب بتاعه فهو الinvestment اللي بتاعته بتعمل في الماركتير في دماغه في طريق التفكير واسلوب تفكيره دي يمكن كده نقدر نقول ان دي most prominent skills طريقة تكون متوفرة عند الماركتير حلوة اشكرك يا دكتور شام على انه حاولت اتلخص بعنا زي ما حاولت شرحت كده انه في skills كتير جدا وبروتينت لكن خلينا نختصر انه حاولت تتكلم على الانتقال skills communication skills presentation skills والليدرشيب skills ده مهم جدا انها تكون موجودة في الماركتير طيب خلينا نتطرق برضو بعد ما شرحنا ايه هو الرول بتاع الماركتير وشرحنا ايه السكيلز وفرقنا طبعا في البداية ما بين السبب والماركتين هانا تطرق بقى عارف اللي هو انت خلاص بقيت ماركتير دلوقتي وشغال الday to day work بقى انت يوميا مفروض بتعمل ايه وبتapply ان ان انت بتapply الماركتين بلان ازاي وبتستل الوبجيكتفز ازاي وغيره في job responsibility بتاع الماركتير خان يعني نعرف الاجابة دي من دكتور محمد مهاب وبرضو يشرف انها هتعرفها فضلك الفضل يا دكتور محمد بشكورك دكتور عبد الرحمن انا اسمي محمد مهاب انا البراند منزر انو انا في انترناشنال فرميكال وماركتينج انستركتور 7 يرز اجو طيب خليني ادخل عطول في الموضوع الحقيقة سؤال بتاعك ده سؤال مهم قوي لانه هو سيمبلي طبعا احنا عايزين نقول انه اي حد من الشباب يعني ما بيبقى اول حاجة بتحصل انه فجأة بيلاقي نفسه اتنقل من مرحلة انه كان مبارح بطاكس معينة كلها في الفيلدز ومعدة كاترة ويوي وي وي وفجأة لقى نفسه قاعد على كرسي بقى برودكت مانجر منه تاسكات كتيرة بيحصل مرحلة توهان كده وده الحقيقة الغلطة اللي بيقع فيها اغلب الناس ما بيبقوش مستعدين انف للخطول طيب اه يمكن دكتور عشام في كلامه قال الواحدة من الكاركتوريستيكس المهمة في اي برودكت مانجر ده يبقى جود بلانر وده الحقيقة يعني اي بي سي ماركتينج البلانينج انه الماركتير ده من بيبص البعيد فاولى بيقى انه يبقى بتاعته قبل حتى ما يبقى الابجكتف نفسها بتاعت البرودكت فالفكرة ببساطة انه المفروض يبقى عارف يحقق الرولز اللي تكلم عليه الدكتوريستيكس دكتور الحقيقة تكلم على الرولز كتير قوي لكن زي ما انت كنت تقول الدي تو دي بقى اكتيفتز اللي هتحقق الرول هي اللي احنا لازم نعمل من ضمنها اول حاجة انه عشان اللي كان بيكلم عليه دكتور طارق والبراند بلان محتاجة ده المرواحي لازم يبقى في دماغه ان هو يحط البرودكت مانجر ما بيبقاش مسؤول عن ممكن يبقى سؤول عن وزين البورتفوليو اللي هو مسحن فالمسج اللي هو بيحطه مع الادورتايزين هو اللي بيحط هو اللي بيحط وبالتالي هو بيحط بتاعت البراند ده وبالتالي هو مسؤول عن ان هو ينقل المسج دي للكاستمر وان خلال طبعا فيبقى نمرة واحد البروموشن المسج اللي هي هتبقى ابلايد على وقت افر تول بقى ممكن تبقى ممكن تبقى فلايرز بوشورز اه رولبز واتفر لكن البروموشن المسج والبيج ايديا والايمليميتيشن بتاعتها دي نمرة واحد اثنين اليفنتس جزء كبير اول حقا من شغلنا في موضوع اليفنتس ده اليفنتس دي ممكن تكون مؤتمرات اليفنتس دي ممكن تبقى سايكل ميتنج اليفنتس دي لكن خلينا نقول على ارض الواقع المشاركات كثيرة جدا مابهاش الشخص اللي هو اليفنتس ده هتلاقي مين اللي بيقوم بتاعتها هتلاقي البرومتس مانجر حيعمل مين اللي مسؤول عنه فروم اي تو زي هو البرومتس مانجر حيعمل اشتراك في مؤتمر المؤتمر ده فيه وفيه وفيه بوس بلاننج وفيه 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 ومين اللي مسؤول عن كل ده المركتير طيب خلينا نقول الجزء اللي بعد كده المسج اللي احنا كنا منقول ان هي هتبقى على البرودك دي واللي هي المفروض تتنقل للكاستمرار بتوعنا من خلال التيم طب مين اللي حيوصلها للتيم هين هو البراند مانجر يبقى جزء من شغلانت البراند مانجر هو التريننج التريننج هي حاجات اللي ممكن بتقع مننا كتير لانه مع زحمة الشغل بننسى ان احنا نعمل رفلشمن سيشنز للناس مش بنكلم بقى لو نجي برشور جديد وهعمل له ترينج لا انا محتاج كمان فرون تايم تو تايم يبقى فيه صورت اوف رفلشمن سيشنز لانه طيب واطف انه لو عندي نيو مانجر مين اللي حاملو مانجر تأجيد البراند مانجر يبقى شغلانت الترينج وعايز اقول انه كمان ما بيبقاش فيه مانجر نم نتكلم بالواقع ولا بيحصل انه ساعة ما بيكونش فيه مانجر فحتى ايه بدا المسؤول عن المانجر كمانجر ترينج كثير من الاحيان يبقى هو البرودك مانجر يبقى كلمنا على جزء بتاع البروموشن من وقتك هيبقى متاسم ازاي ما بين الافيس وما بين الافيس وما بين الفيلد. يبقى خلينا نقول ان في جزء من بتاعة البرودكت مانجر ما هو ده في الفيلد. ليه في الفيلد؟ واحد في الو فيزت عشان ينشور بتاعت الماسج اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. اللي اتعمل لها مفروض ان الشباب بينزلوا ينشور الماسج دي. بقى انا عايزة انشور هال الماسج دي طبعا هنا حقيقة في نقطة مهمة قوي وهو ان البرودكت مانجر لما بينزل مش بينزل يتشك السكيلز بتاعت الماديكت الرب قدم مفروض ما هو بشك الديليفري بتاعت الماسج عشان بيحصل خلطة احيانا في حتة دي فعزين بس بنتاكد انه انا دوري كبرودكت مانجر السكيلز عنده ديستريك مانجر هو ممكن يتشك الحتة دي لكن انا دوري ان انا بتكون مزبوطة دي نمرة واحد. نمرة اتنين في الفيلد كمان انا لازم بيكون ليه ما يقوم اللي بنسميها الكي و اي لست دي هما الكي او اي لست دي هما اللي هو انا مسؤول عنهم مسؤولية بشكل شخصي ممكن انزل اتباحهم بشكل شخصي لان جزء جير منهم بيكون سبيكرز بحتاجهم في ايبانتز بحتاجهم في ستاندالونز في كونفرانسز ووتيفر لازم وجزء من من وظيفتي ان انا قابلد لونج ترم ريليشنشيبس مع السبيكرز دول او مع الكي اوبينين ليدرز المختلفة مش بنتكلم على منطقة واحدة يبقى فيه جزء وفيه جزء كمان على مستوى اللي انا ممكن ابقى مسؤول عنها طيب الحقيقة ان احنا عشان نتشك كل ده ونشك الريزالت اللي كان بيكلم عليها دكتور طارق انه انا النهاردة مسؤول عن الماركت ومسؤول عن الماركت شير في الشركة ومسؤول عن الجراث اللي بيحصل طيب الكلام ده هيتابع ازاي لو انا اصلا ما عنديش KPIs واللي ما ساميها Key Performance Indicator واببقى تابعها. يبقى مهم جدا فروم تايمش فاك مش عايزة اقول فروم تايمه اعايز اقول On Regular basis. On Monthly basis. ان انا دي KPIs دي. KPIs دي ممكن تكون من خلال الكوبية داتا اللي انا بعمل لها analysis والاناليسز الحقيقة دي مش معمولة بس عشان ان انا قبط عليها وخلص الحقيقة لانا امبص عليها ادليفر لاناليساس دي كمان لانه لازم اشير التيم بتاعنا لكن سيمبلي انا بشوف الحقيقة العلاقة بين السيلز و الماركتينغ. يعني مش هدخل فيها كتير ولكن خلينا نقول لانا بشوفها زي العراف السباق الفورميلة اللي بيسوق واللي بيوجه. هي الفكرة كده اللي بيسوق هو هو اللي بيوجه. اللي بيوجه يقول له خلي بالك الكمبيوتر ده ده بيعلينا. الكمبيوتر ده بياخد مننا. الماركت ده بيصغر. الماركت ده بيكبر. يبقى هو انا مش بعمل الاناليس الحقيقة دي ليه عشان اكيبت يعني انا عشان اطلع منها ونقدمها للناس يبتدوا ويشتغلوا بيزدة عليها. اخر اخر حاجة حقفل بيها ممكن بنتكلم عليه وهي التيم. لانه التيم مهمة اول حقيقة لانه انا حرجع لكلمة انت مهمة اوي وقلتها وهي فكرة يبقى انا النهاردة ازاي حخلي يعني حقول ان يبقى في ناس بتفولوا مي او بتفولوا انا بقولوا ومن غير زي ما كان برده بكالك من دكتور عشان من غير ما يكون ليه اثورتي. ام مانجنج دا براند. اه ام مانجنج دا براند. لكن في الاخر ام فوتنج دا استراتيجي. اه لاتينتو بي خلط بي دا تيم. فبتالي يبقى لازم هنا يكون فيه لازم يكون فيه على طول تواصل بشكل مجتمر لانه انا قلنا نقول كده عيون الماركتنج في الفيلد هو مين هو التيم. دايما لان هو مهم او ان هو ياخد الفيدباك. والحال الفيدباك دا محتاج دايما ان انا انكارج الفيدباك والاكشن دايما من التيم عشان يبقى مش حقدر اشتغل ومش حقدر احط من غير ما يبقى فيه اللي احنا دايما بنتكلم عليها. طب دي مش هينفع من غير الفيدباك المستمر من التيم. فحلخص كده كده يبقى بتدور حوالين بشكل عام. الترينينج المستمر. تواجد في الفيلد. والاناليسيز لها طبعا التيم بشكل مستمر. يعني ارجو ان انا اكون وضحت صورة عن الريفونسيبليتز والدي تو داي اكتيفتز بتاعت. اشكرك يا دكتور محمد على توضيع فعلا نقطة مهمة جدا عارف اللي هو الماركتير قاعد في المكتب. الناس اللي موجودة في الفيلد مش عارفة هو الماركتير بيعمل ايه اللي هو الدي تو داي بورد. عليك وضحت جزء كبير جدا من الشغل الماركتير. عشان لما اللي موجود في الفيلد دوت او ايا كان انت موجود في اي فيلد. سواء في السيلز او 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 اتشار وعايزت شفت الماركتينج تكون عارف انت داخل على ايه و ايه الشغل اللي انت المفروض تعمله في الدي تو داي بورد. طيب بعد ما شرحنا الفرق بين السيلز وماركتينج وقلنا السكيلز وهيرو. خلينا نعرف برضو يا دكتور محمد رجب استأذنك هو المادة كرب او السيلز مانجر او الاريا مانجر او حد شغال في الاتشار عايز يشفت للماركتينج ويبقى هو ده الكريبة طوي بالنسبة له. ازاي انه الشركات بتعرف انه ده كليبر كويس وكاندد كويس انه ما يشتغل ماركتير. واستأذنك برضو يعني نعرف نفسيين الشركات. طيب ببطر محمد. طيب. السلام عليكم. شكرا لبطر عبد الرحمن. بذكر كل الزمل اللي تكلموا. فعلا استفادنا من كل الانسايت اللي هم ادوها لنا. السلام عليكم يا جماعة كل الناس اللي حاضرين معانا كل سنة والطيبين ان شاء الله سنة سعيدة عليكم. انا اسمي محمد رجب. انا عيهاف بينيز the pharmaceutical field for the past 19 year. منهم اتين year في واحدة من top multinational company. وcurrently انا عام. يعني I'm taking the responsibility as a sales manager in one of the top rising national company in Saudi Arabia. خلينا اقول how to recognize. يعني how to recognize ان البرسنل اللي قدامي ده جود مار كتير ولا. الزملة قبل كنت افضلوا قالوا كلام كتير قوي. بس احنا بنبص على حاجتين مهمين قوي. حاجة اسمها البرسنل ليل حاجة. سكيلز على البرسنل ليل. سكيلز على الانطرف برسنل ليل. تمام? البرسنل ليل حاجات خاصة به هو هي كشخص ايه؟ ايه? ايه البرسنل ليل ايه البرسنل ليل. ايه ومن الامتابة التويلة بتاعتي. باي فار اند نمبر وانه هي الكنتينيو اس ليرننج. هل الشخص ده عنده passion to learn عايز أقول لكم كلمة Peter Drucker management guru هو كم بيقول كم بيقول أن a truly educated person today is a person who has learned to continuously learn to continuously upgrade the skills بتاعته to continuously replace all the skills with new skills الشخص اللي دايما he has a passion about developing himself he he replaces the skills بتاعته he acquire new skills عارفين كم بيقول عليهم يقول على الناس دول ان هما mover and shaker and leader of the society الاشخاص اللي دي continuous اللي بيعملوا upgrading themselves ف continuous learning is number one مهمة جدا مهمة جدا على فكرة في الحياة بصفة عامة سواء بقى في الفيلد بتاعنا في أي أنك انت تقول develop yourself وخلينا أقولك على حاجة مهمة جدا يا جماعة يعني احنا عرفنا يمكن منتأخر شوية if you are not moving forward actually you are moving backward محدش بيقى في مكان ولأن الدنيا بتتغير فدي أول حاجة continuous learning as a personal نحن دوقتي بنتكلم personal نحن نتكلم عن interpersonal ان هو الشخص الكرياتف الشخص اللي هو always looking for a solution كنا دائما بنشوف الناس اللي هي بتيجي لمديرها واحد مديكار بدي المديره هو just he's throwing the problem and he's requesting a solution from his manager لكن الشخص اللي بياناليز the problem وعارف كويس اوي ايه the problem and he's proposing solution لها هو ده اللي ده معي وعلى فكرة creativity it's a learning skills it's a learnable skills أنا آسف learnable في نحن فكرة وشخص born creative لا بالعكس it's a learnable skills دكتور هشام كلمنا على analytical skills fully agree with you دكتور هشام analytical skills is واحدة من critical بس خلينا اقول لكم ان equally critical للanalytical skills هو opposite بتاحها بالظبط اللي بنتكلم على الوقت consensus skills هي بالظبط هي عكس analytical skills analytical means breaking things into smaller part senses is how you are able to identify relationship between things how you are able to see a pattern to see a trend example اللي كلكم عارفين وكلنا شفنا على social media شفنا حاجات كتير قوي على social media بتاع Nokia Nokia they were not able to see a pattern ان هما to identify a trend عايز اقول لكم ان في كتير جدا من التوق multinational company assessment بتاعتها انتو هتتخيالون هي عبارة عن how you are able to see pattern مش عبارة عن MCQ يعني هو بيجيبلك مثلا 4 أشكال جنب بعض وبيقولك انت حاول تبريديكت الخامس دي عامل ازاي يبقى هي فكرة ان كت how you can identify relationship how you can put things together يبقى كلمنا على analytical skills وكلمنا على essential skills مهمة جدا يا جماعة يعني ما advise to you انه كنت لازم تقرؤ فيها دي personal level على inter personal level زي ما الزملة تفضلوا الشخص اللي هو عنده superior collaborative skills superior collaborative skills الراجل اللي عنده deep stakeholder management expertise دكتور طاري كان تكلم على حتة انك انت تكوردين مع كل department السؤال المهم جدا لازم تقول نفسك why they will help you or how you are going to influence them unless انك you are able to understand their language and to speak their language محد منهم he will follow you he will محد منهم هي ساعدك محد منهم هي بقى interested معك unless انك انت you are able to inspire them to take action in favor of you اعتقد الموضوع هي بقى صعب قوي concept مهم او جماعة بنتكلم عليه الناس بتوع الماركتنج concept سهل قوي واضح جدا اسمه head heart and gut الراجل بالماركتنج ده لازم يشتغل بالثلاثة دول he used his head to logically think he used his heart to connect with other and to inspire and to motivate other and he used his god he is a risk taking راجل بياخد الراجل بياخد راجل بياخد راجل راجل الراجل بياخد نقطة تانية التي رحونا تتكلم معيها الناس محيارة نفسها sales ولا marketing عشان نفوكس الكويتشن قوي واحنا هنتكلم كتير قوي على حتة الفوكس وال ability to focus السؤال المفروض يكون which step I will take as a first step بس خلينا اقول لكم كل الناس اللي هم very successful senior leaders اللي في المجال بتاعنا يشتغلوا الاثنين لازم يشتغلوا الاثنين عشان يو be able to lead the organization فبدل ما question بتاعك بدل ما question بتاعك عنها دا ولا دا لا هو question with which one I will start بس لازم تحط في حساباتك وتكون عارف انك انك if you want to survive and thrive in this field لازم you have multiple skills this is in short تمام يا دكتور محمد اشكرك يعني كنت بتتكلم على بعض الامور اللي انت بتشوفها في الشخص المتقدم للوظيفة دا سواء شغال في sales او غيره والريدي هي موجودة في علشان الشركة بتبص عليها الاول تاناليز الراجل دا انه يشتغل ماركتير ويشتغل في الارجانيزيش دا كماركتير ولا اجوبة اتكلمنا ايه الفرق بين sales والماركتينج اتكلمنا ايه السكيلز اللي لازم تكون موجودة في الماركتير اتكلمنا ايه الرولز والresponsibility بتاع الماركتير يمكن اتكلمنا خلال الفترة اللي فاتت على ريبسولوجي على الماركتينج بلان كيس ستادي بروجرام الحقيقة احنا بازلنا مجهود كبير جدا فيها على مدار الشهرين اللي فاتوا ان احنا نعمل بروجرام لكل حد عايز اشتغل في الماركتينج او شغال في الماركتينج زي ما متعودين مع بعض ان احنا في ريبسولوجي بنحاول ان احنا نأبروتش الاكسبرت في المجال بتاعنا سواء في sales او ماركتينج او اي ان كان المجال دو وناخد الاسperience بتاعتهم وبعدين نعمل بروجرام تيلور ده على اللي انتم محتاجينه الحقيقة لقينا طلب كبير جدا فترة الفاتت على ان الشباب محتاجين يتعلموا ازاي يعملوا ماركتينج بلان مش الموضوع يمشي theoretical لا theoretical موجود كتير في الكتب موجود كتير ممكن حد يشرح لك theoretical لكن practical قلنا افضل طريقة ان احنا نشوف افضل ناس في الماركتينج او من افضل الناس في الماركتينج ازاي تبقى الماركتينج وناخد الانتظام بشكل علمي وعملي ونحطها في البروجرام الحمد الله قدرنا ان احنا نعمل ده وحجزنا اول ويف اشترك فيها حوالي 42 شخص من جو مصر وبر مصر الحقيقة ان احنا جايين برضو نتكلم عنها لانه ناس كتير زي ما قلت في الاول خالص مش عارفين نعمل ايه ماركتينج ولا سيلز ده انا هيفيدني ايه بالماركتينج او هيفيدني ايه بالسيلز فعملنا البروجرام ده وعملنا اللايب دوت عشان نشرح النقطة دي فاساز دكتور ريطار لو يعني يطرح لنا هو ايه اللي احنا بنقدمه في البرنامج ده وايه المختلف وبرضو نتكلم على الماركتينج بلان اسكيم فاضي دكتور عبر رحمن على السؤال ده الحقيقة زي ما حقاك قلت وتفضلت وقلت كده احنا البربرشن بالكورس ده اخد من وقت ده بقى سبيع والحقيقة احنا فكرنا ان الكورس ده لازم يكون ورفعنا المشعر ان بتاعنا يكون لان احنا بنتقابل كتير مع الزملاء اللي هم عندهم زي الماركتين كارير ان هو عنده مشكلة في التطبيق او لو حد مخلص بيبقى عنده مشكلة في التطبيق فاحنا بتاعنا جماعة او حلال الاثنين وثلاثين ساعة لحضراتكو ان شاء الله في جزء منكم مشتركين معنا ان التطبيق بتاعتك والحق احنا كان هدفنا ان احنا نعمل رايد اكوليبري ما بين بتاعت الماركتينج وازاي ان انت تقدر تطبق السيوري دي بشكل في الفرماسيوتي كالفيد فاتمينا جدا في الكورس ده دكتور عبد رحمن ان احنا نعرف الناس ايه هي الماركتينج وازاي تقدر هتطبقها في الفيلد بتاعك الحقيقة برضو زي ما حضراتكم سمعت وكده كل واحد هو بيعرف نفسه معظم نشتغل في فهتلاقي سرو بنيديك كل دي فهتلاقي ان انت النهاردة سرو اللي هتتعمل انت طالع عن الحقيقة برضو هنتكلم عن ايه هو الماركتينج ايه هو التسويق وازاي ان بيحصل ما بين البرودكت اللي انت بتقدمه بفاليو معينة اللي بت ساتسفاي هنعرف ايه التوجهات بتاعت الشركات يعني الدكتور رجب قال لك شركة نوكيا مثلا نوكيا دي من الشركات اللي كانت ليدر في وقت من الاوقات ولكن اخد التوجه السوقي اللي هو ان هو بتهتم بالبرودكت فقط وبالتالي سقطة جدا من الترند بتاع التكنولوجيا في بعض الشركات بتهتم بالبرودكشن هنهيلايت التوجهات السوقية لمعظم الشركات هنسأل نفسنا تلات اسئلة ودي طريقة جديدة جدا ان انت قبل ما تبني ماركتينج بلان اللي هي البراند جيرني البراند ده من اول لما يكون فايل كده لغاية لما يكون بروتك انت هتعمل ايه بتسأل ايه الاسئلة اللي بتسألها فالحقيقة كان عندنا تلات اسئلة مهمين جدا اول سؤال وير تو بلاي وانا هستهدف انهي ماركت طب الماركت ده زي ما قلت بيكبر ولا بيديكلا طب الماركت ده فيه مين هما الكمبيتتور الماركت شير بتاع الكمبيتتور بتاعي قد ايه طب البيهيفيور بتاع البرسكرايبر ليه بيحب طب انا لو نزلت بمنتج جديد ايه اللي يخلي الكاستمر يكتبني دي حاجة بقول عليها درايفر او بعمل حاجة اسمها باير برسونا باير برسونا ده العميل اللي انا بستهدفه ليه يكتبني وايه اللي ما يخليهوش يكتبني انا برضو حاجات بتجنبها قبل ما بنزل الماركت لازم اعرف انا النهارده لازم اعرف ايه اللي هتعمل دراماتيك شيفت في السيلز ودي بنقول عليها الباينج بروسس الشباب هيشوفوا معنا طريق التفكير ازاي الماركتير يدرس كده الباينج بروسس من اول ان مريض في العيادة او في الصيدلية انا ممكن اخطبه بعمله بروموشنال طول ممكن يكون بوستر مثلا لو انا مسك منتج تخسيس فاقول له والله انا اعمل يوم صحي فور فري تعال ايس الوزن والطول ونسبة المية وبتاع وانا بتكلم عن منتج تخسيس هتلاقي الراجل جاي فور فري بدأ بدأ تعال اعمل عن المنتج هل دي ممكن تكون فيه تاني لو انا شغال على براند هفرق نفسي عن الجينيريك ازاي لان انا سعري اغلى منه طب لو انا نازل بكلاس جديدة ممكن تكون بتاعتي ان انا هركز على وازاي ان انا فرقها عن زي ما كان دكتور راجل بيقولك ازاي ان انت بتشتغل كماركتير بالهارد هتنفلونس الناس ازاي فهمين فيه خطوة مثلا انا محتاج عشان ما ضيعش الرشدات اللي هيكاريتها تيم السيلس ومقللش الديماند بتاع الماركت ده اول السوق وعرفت مين الشريحة اللي انا هستهدف التارجت سيجمنت بتاعي لازم ادرس الكمبيتور واعمل نفسي هفرق نفسي ازاي لان انا حتى في بداية الكلامي اول مرة قلت انا ايه اللي انا بحط نفسي مكان ال أنا ايه اللي خليني اكتب المنتج بتاعك ايه المميزات اللي فيك اوبر الكمبيتور بتاعي كويس جدا الفيلد فورس بتاعه ايه المسج اللي بيقولوها عني طب مين التارجت سيجمنت اللي هما بيستهدفوه دي حاجة بنقول عليها كومبيتور السيجمنت وهنشرحها للناس بطريقة سيمبل ازاي ان هو يقدر يعمل كومبيتور السيسمينت اناليس عشان يقدر يحدد الكمبيتور بتاع المنتج خلاص انا عرفت where to play how to win طب انا عايز بقى انفز الستراتيشي والتاكتكس دي من خلال تاكتكس معينة توصرني للأوبشيكتف اللي هي what to do فديه تاني حاجة هنتكلم عن الكورس اللي هي البراند جيرني وبعد كده هنتكلم عن الاليمنت سوف ماركتنج بلان يمكن احنا نختصر انها بكلمة اسمها السوستك الاس الاولانية ان انا بعمل situational analysis ان انا بدرس السوق بشوف مين الكمبيتتور ايه البيهيفيار بتاع الكمبيتتور ايه ماركتشير الكمبيتتور اسعارهم ايه ايه الديرايفر والبريرز اللي يخلي الكمبيتور يكتبني او ان هو يعزف عن كتاب دي تاني حاجة في الموديل ده اسمها الوبجيكتف انا ايه البيهيفيار اللي انا عايز اوصله ايه الماركتشير اللي انا عايز اوصله السيلس اللي انا عايز اوصله لان انت لو مش شغال بوبجيكتف ايه لازمت فدي عنصر واحد من المهمة ان انت تست تالت حاجة الاستراتيجية انا النهاردة عشان اوصل الوبجيكتف ده لازم يكون عندي استراتيجي فعشان اوصل الاستراتيجي بتاعتي وانفزها مظبوط محتاج ان انا اقسم السوق اعمله والسيجمنت المعينة اللي انا اخترتها هترجيتها ازاي ولازم زي ما كان دكتور محاب بيقول ان انا الارجت سيجمنت دي انا لازم اروح لها فانا ايه البروموشنال طول اللي انا اعمل هدي خطوة النهاردة لو الشركة انا اللي هو هل انا هعمل هل ما عنديش منتجات جديدة هتطال ان انا اعمل ماركت وبالتالي هعمل كما دكتور محاب قال انا لازم يكون ليا انا كماركتير ابدأ واكريات ار اكس وابدأ ان انا ازود الشير بتاع البروتكت التاعي من خلال اكتيف تسمع انا ومن خلال السبورت اللي بقته من كل بتاع الشركة يعني هبدأ اشتغل في اماكن انا ما كنت الشغال فيها قبل كده فكل دي هنتكلم عنها من خلال الانس برضو تالت حاجة دكتور عبر رحمان والتاكتكس عشان الناس ما اتقوش مننا هم اللي هو المنتج زي ما كنت اتكلمت قبل كده بتاعة المنتج السعر بتاعه البيب للناس اللي هت هتكون هل هم بالماتيريال هل هم بالتريند بنتكلم عن بتكلم عن بتكلم عن اشياء كتير جدا في الماركتينج ميكس البيليس الديستروبيوتر قوي يقدر يخليني اوصل للماركت شير والأبجيكتف اللي انا حطيت ولا اخر حاجة حضرت اه يبقى احنا عندنا الاس التالتة اللي احنا المزيج التسوية ونقول عليه الماركتينج ميكس اللي هو اخر حاجة انا لازم احدد انا الاولاني اللي هشتغل بيها اخر حاجة دكتور عبر رحمان السي اللي هي لو حضرتك مش بت عايز اقول لحك كل الحاجات دي مش هتقدر توصلك ان انت عشان توصل للألتمت بتاع حلو خلاصة فالخلاصة ان احنا هتلاقوا سروق مع كل المحاضرات اللي هيقولها احنا اهتمينا وتفتكروا بتاعنا احنا هنعلي بحيس ان شاء الله اي حد من الشباب ان هو اخد او ازاي يا عمرو وفي اعمل للماركتنج حلو شكرا 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 وبرضو بأكد على الالو والدكتور طريق اللي احنا اللي كان فيه ان هو فعلا اخترنا انه البروغرام اللي احنا نقدمه بناء على طلبكم انه يكون عملي مية في المية الحمدلله اول ما اعلمنا نتكلمناش كتير عن البروغرام لكن الحمدلله كنا عاملين بس في البروغرام دوت وفبس خلال اسبوع الحجز لكن بناء على الطلب فقلنا ان احنا نفتح تانية والحقيقة برضو علشان نقفل الحجز في الويف التانية سريعا عملنا خاص من 25% ده لمدة 24 ساعة من تلوقت انه انت هتكتب الكلمة اللي مرتوبة على الشباب هيقف الرسولوج هيتواصل معك ان شاء الله ويبدوك بالتفاصيل طيب بعد ما نكلم دكتور طارق على وغيره اول حاجة فيها او او مهمة جدا فازاي دكتور هشام بيعمل ازاي بيشتغل في البرد دوت من تمام هما ده جزء يعني انا هتبدي على الحتة اللي كان بيشرح فيها دكتور طارق هو كان بيكلم على وقال سؤال جميل في الحتة دات اللي هو مفروض ان بيجاوب عليه اللي هي او ممكن بيقول السؤال بشكل يعني انا بفهم في انا فيه انا من ناحية كل حاجة سواء من ناحية انا كشركة وال البرودكت بتاعي وال وال اللي ممكن تأثر علي كل ده انا بجاوبها من خلال سؤال انا فيه ليه لان اللي هتيجي بعد كده سواء في سواء 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 بحط التاكتك بتاعتي هتعتمد على الجيفنز اللي احنا عارفناها من where we are now من situation analysis طيب انا انا نتكلم في البروغرام نفسه على الهتة دي ان على كل فاكتور فيهم بس ممكن دلوقتي نتكلم نقول ان الفاكتورز اللي متأثر علينا بنقسمهم مجموعتين كبار حاجة كان كتب الماركتينج اه على حسين كتب الماركتينج كان فيه message كان جاتلي من احد الناس اللي كانوا مهتمين بالبروغرام كان بيسأل يا جماعة انتم هتقدروا النقط تقدموا حاجة practical في البروغرام ولا انا اخدت شهادة اخد شهادة او دبلومة من احد الاماكن وبيقول انا ما عرفتش الطبقة احنا اللي هنعمله هنا انحنا هنجيب هنمزك الحاجتين theory مع practice يعني theory بتقول ايه او الرول اللي موجودة في الكتب بتقول ايه وازاي قدر اطبقوا عندي انا هنا في pharmaceutical business وفي business بتاع مثلا اكلم على في situation السمت اللي قلنا environmental scanning او بفهم البيئة اللي انا شغال فيها الفاكتورز اللي مؤثر علي فيه اسم نها الحاجات micro environment حاجات قريبة مني قريبة من الدبارتمنت بتاعتي كماركتين بتأثر علي وحاجات اللي نسميها micro environment اللي اكبر شوية بس مؤثر علي في micro environment فيها فاكتورز كتير وال customer وال التكلم عن الحاجات كتيرة فممكن نقول مسلا ان عieso ايه اللي عندي في الشركة شركة خبرتها في ايه عندها خبرة في مجالات ايه خبرتها في علاقتها بال بيها ال production and technology معينة دي كلها حاجات تخص الشركة طب ال customer من اهم الم بالنسب لي اه كان دكتور مهاجم بيتكلم على relation مع الkey opinion leaders. انا بنزل بنفسي ليهم. انا بفتكر كلمة بس كنت قلتها مرة في لما كانوا بيطلبوا brand manager اللي هو product manager عندنا بيقول لك is ready to get his hands dirty. يعني get his hands dirty. ان يده تتوسخ. تتوسخ ليه بمعنى ان هو بينزل اشتغل في الفيل. فهينزلي قابل ياخد منه insights. يفهم الدماغ بتاعته. يفهم situation نفسه. الpatient بيروح يقبله يقول له ايه? او هو عايز منه ايه? وايه الحاجة اللي هو بيدور عليها في الدول اللي هو بيعمله? دي حاجة. غير احنا قدنا اتكلمنا على customers طيب. distributors. انا علاقتي بال distributors اذا عاملها ازاي? علاقتي ال competitors كمان بال distributors اذا عاملها ازاي? اه دي نقطة مهمة. ال wait بتاعهم عند ال competitors ايه? دي نقطة كمان نتكلم فيها. من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها الصيدالي اللي هما retailers او resellers. ايه علاقتي انا كشركة بيهم? هل يطرى فيه attitude نحيتي? هل يطر علاقتي بيهم كويسة? ال perception بتاع شركتي انا نحيتهم ايه? دي كلها تحت اللي هي اللي هي اللي هي ال micro environment او الفاكتورز اللي هي ريبة مني انا اللي بتقدر تأثر على اه البيت. وده من جزء من جابت السؤال where we are now. الجزء التاني بنسميه ال macro environment اللي هي الصورة اكبر او الفاكتورز الاكبر والاوسع اللي ممكن تأثر عليه. نتكلم بقى هنا على factors اوسع. يمكن في الفترة الاخيرة حتى كان زمان كنت ببقص ان يعني انا انا هأثر اشكر في شركتي في ال customer في ال reseller. لكن ايه اللي هيفرق معي ايه ال legal environment الكوارين اللي بتطلع في البيت. يفرق معي ايه ال economy الاقتصاد. هنبص ان احنا نلاقي نشوف في الفترة الاخيرة حصل ان فيه factors كتير قوي اثرت من دول على البزنس بتاعنا. زي مثلا ال devaluation اللي حصل في اخر 2016 وتعويم الجنيه. واثر على شركات بالاجابة وبالسلب. ال program اللي بتعملها الحكومة يعني حكومة دلوقتي مثلا بتريد تعمل حاجة زي program التأمين الصحي. يا ترى ده ده حاجة political. طب political بتأثر ازاي على البزنس بتاعي. هتأثر ايجابي سلبي. دي كلها جزء من الفاكتورز اللي بتأثر على دول. دوري انا كproduct manager في ال situation analysis. انا اللي بعمل ده كله. انا اللي بقدر اعمل ال analysis ده بيدي. حتى لو انا عندي resources مثلا انا عندي marketing research company. عندي resources في بعض الشركات تقدر تتعطر معاها او عندها marketing research even جوه الشركة. انا اللي بdirect سم ان هما ازاي يمشوا في any direction او يعرفوا يجبوا لي ايه. جزء situation analysis. انا بفهم ايه بجاوب على السؤال اللي هو ايه where we are now. حلوان. اشكرك يا دكتور ريشام احنا كنا بنتكلم على انه ان انت اول خطو بتعملها هو situation analysis. اللي بيدايركت يو لحاجة مهمة جدا بعدها على طول بتحط الobjectives. انت بعد ما طلعت بالinsights اللي انت طلعت بيها من ال analysis اللي انت عملتها في ال product بتاعك في الماركت بتاعك في ال company وغيره بتطلع بobjectives. فليس ممكن يا دكتور رحمة اعرفنا دور الماركتير في النواعي ذات الobjectives هنا وايه هي انواع الobjectives؟ زي ما انتو شايفين يا شباب احنا ايه بنسلم بعد احنا خاصة عملنا situation analysis دكتور هشام ادي بريف عنه وان شاء الله بلبيزنتيشن بتاعه فيها استفاردة في ال point دي. انا النهاردة بتخيل كده انا congratulations you are appointed as product major او brand major. انت من النهاردة you are the brand owner. انت اللي هت engage all the stakeholders سواء انترنال اني معاك في الشركة sales manager, medical rep, medical, finance كل اللي بتتعامل معاهم جوه الشركة وال external stakeholders ال customers, the pharmacists, anyone in the healthcare system you are engaging them towards your vision. انت عندك رؤية في البراندة. فالنهاردة انا حابب ببريك in day one your business aspiration. تخيل كده النهاردة انا ببدأ 2021 عندي my brand business aspiration. انا عايز اشوف طموحي ايه في البراندة. انا استفيد بقى في الحتة دي في الكورس بتاعنا. هنا اتكلم ازاي طموحي او زيارة يا فهم ؟ او بيسموها او بيسموها شايف قوي البولد سنتينس اللي أنت حتشتغل بيها السنة دي This is my business aspiration This sentence بت include three main pillars الpatients طبعا أنت الواب تعتق بيه الى patient في الاخر الواب تعتق بيه الى manager of this brand your company الprofit اللي أنت تعمل للكمпني والجرسيز والنزيز والكلام في المؤضم ده والهيثيكالacking system سواء كان كان هيتكالل ده طبعا كيسي انتريكالل دكتورس فارماسيس أي واحدة في إكو ستم اوهي الهيثيكالسي في التعامل هي دي سنتينس اللي هتجمع بعضل بيهن كل الـاستيكوللز اللي أنت طموحك في البرانده الأجل المهم برضو أنه تم تسيت الـتارجت بالتارجت 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 كيف ستصل على الطرق النجاة الفضل؟ سأتحدث عن المدينة أو المدينة أو المدينة، ومع نتحدث عن مدينة أو نتفرع بينهم. وكيف تقوم بمجمع الأعلى فيه؟ جميع أكثر أهمية أهمية وانت تضع لتحفظ أو تطلع لتحفظ السنة بتاعة الروتجات أو لو حاببت تضع لتحفظ بتتحفظ الوطن ما الدكتور طارق قال الماركت بتاعك إيه الماركت يسيل شو هو أنك إزاي بيينفلنس يو هو تتحفظ الوطن لو عندك مواتش أو بيانات من نظرات الصحة بعدد مثلا إذا أنت بشترى ده وعمليات عدد من العمليات دي عدد مثلاً البرفلنس بتاع الدزيز ده. كل الحاجات دي ممكن تجيبها برضه من مواقع وزارة الصحة وكده. الـ IMAS والدكتور الشامعة استفيدت فيها والـ YTD والمات والكيجر الغرف والكيجر الغرف والكيجر الغرف والحاجات دي والحاجات المهمة جداً واللي إحنا زي ما برضه الدكتور مهابت تتكلم عليها والدكتور راجع بحطة by the cross-functional alignment بس إنت اللي بتمثل الشركة كلها في البرن دا وانتا يُشود объ Mae the insight's from the only function to have the right plan or target البرن دا طبعاً إحنا هنوعد أمن 4 hours هنوكل واحدة المثل من خلال الكيس How to set your objective أنت النارداء أنت البراند اونر كيف تستخدم كل تلك ويقوم بعملاتك ويقوم بعملاتك وكل ما أحد أكتب لتعطي ومع تردت ومع تردت لكيس حلوك أشكرك يا دكتور أحمد أنا بس هاخد من كلمة دكتور أحمد فكرة أننا هنشتغل على كيس يا شباب نحن دلوقتي بنتكلم على ما نتكلم على الماركتين بلان كيس ستادي البروغرام اللي إحنا عملناه إحنا جيبنا وهنعمل عليه كيس كاملة عشان بنقول إنه كلام يعني إيه براكتكال يعني من أول لحظة هنجوين فيها البروغرام ده إنت هتمسك كيس هتقراها الأول قبل ما تجويني البروغرام علشان نجوة الجرمي اللي إحنا بنشرحها دلوقتي هتبتدي في الأول الستويتشان الأناليسي تساتل الأبجيكتفز وبعدين الستراتيجي والتاكتكس والبجت والكنترول كل ده داخل الكيس نفسها بعد ما تتطرق دكتور أحمد على ساتنج الأبجيكتفز سواء بقى التارجت أو الكوانتاتيجي أو الكوالتاتيجي وغيره بعدها على طول بتحط الستراتيجي فبريز ممكن يا دكتور مهاب دكتور محمد تقول لنا إيه هو دور الماركتير في إنه هو يستر الستراتيجي وإزاي أصلا يستر الستراتيجي تمام طيب الحقيقة يعني بعد ما دكتور يشام رد على سؤال اللي في الماركتينج اللي هو وبعد ما دكتور أحمد رد على سؤال يعني بظبط زي ما حد بسلا بيعايز يدخل اللوكيشن على الجي بي اس وبحط اللوكيشن أول بتاعتي وبعدين بحط النقطة اللي أنا عايزة وصل لها بعد ما ردين على السؤالين دول بقى جيه السؤال المهم قوي لأنا هروح المكان ده ازاي هروح المكان ده ازاي ده اللي بيرد عليه الاستراتيجي الاستراتيجي باختصار بإنه إحنا بنتكلم على ماركتين كونسيبت فاتقول ستارت يعني لازم نبتدي من الكاستمر مش من البرودكت عشان كده الاستراتيجي بتاع الاستراتيجي هو الاستي بي ما اتقالتش بي تي اس ما اتقالت تي بي اس اتقالت استي بي سيجمنتيشن لان انا بتعلم عن ماركت بتاعي وبعد ما اعمل السيجمنتيشن اللي احنا نعرض بسرعة يعني سيجمنتيشن هنحدد تارجت سيجمنت بتاعي وبعدين نقول طب انا هروح للتارجمن ده اللي انا عايز احطاه في الكونسيومر ماين باختصار شديد جدا السيجمنتيشن هي اهميتها كلها بتيجي من اللي احنا كلنا عارفينها والقاعدة انه من الكاستمرز بتاعنا حيبهم مسؤولين عن ايتي برسنت من طب هو السؤال المهم دلوقتي انا هعرف العشرين في المئات اول ازاي? يبقى في حاجة مهمة بتقول لي انه مش كل الكاستمرز عندي مهمية بنفس درجة الاهمية. وبالتالي انا عايزة الموضوع ده اللي بيحدد لي الموضوع ده هي حاجة اسمها السيجمنتيشن بنقسم فيها الماركت لدستينكت من الكاستمرز كل سات كلمة هنا مهمة قوي عشان الموضوع السيجمنتيشن ده ما هواش بس لكن هنعرف انه حاجة مهمة كمان اسمها تمام? بشكل سيميل. بعد ما عملنا السيجمنتيشن وطلعنا بشكل سيميلر اللي بتجي نتحرك على طب انا هختار مين من السيجمنت تمام? واعمل الهايبريد بس زي ما بنفس دي عشان اقول ان انا هروح للسيجمنت ده الاول وبعد كده هروح للسيجمنت دي خطوة التارجتينج. ان انا بطارجت انهي سيجمنت. كويس قوي بعد ما عملت التارجتينج وحددته تارجت سيجمنت ده انا عايز اروح له لازم اولا انا عايز اروح له بأني ميسج. بأني اميج في كلمتين طرعة يعني بشكل مختصر جدا هي ديستينجت وديفرنشيتت اميج في الكونسيومر مين يبقى مش اي بوزيشن لازم يكون ديستينج لازم يكون ديفرنشيتت وفين انا عايز احطه في الكونسيومر يبقى انا عايز الكونسيومر بتاعي ده يفتكر دايما عن البرودكت بتاعي اول ما يجي اسم البرودكت بتاعي بتاعي هو ده الترتيب المنطقي لها ان انا ابص على الماركت اطلع منه التارجت وبعدين احدد الامج اللي انا عايز احطه على البراند بتاع البرودكت. واخيرا الحياة بعد ما هنطبق الكلام ده على الكيس بشكل عملي جدا ان شاء الله زي ما اتفقنا كده بطريقة ان احنا بنعمل على الكيس اللي احنا بنقولها. هنتعرض للموضوع تاني وهي فكرة ان لو احنا عندنا وما فيش شركة تقدر تكمل من غير ما تجروه. لان هو حاجة مهمة بتاعنا ان احنا نبيع الحياة بس بتاعنا ان احنا نحقق ونجروه. احنا عمليين بنكلم من الاول ازاي نقدر نحقق ولكن كمان ازاي تجروه. فبنقول ايه هي من خلال حاجة اسمها الانسوف جريد. هل هنجروه على مستوى البرودكت ولا هل هل همستوى ان احنا نفتح في الماركت. طب وهل لو عملنا الهايبرد ما بين البرودكت والماركت هل ممكن يبقى نيو برودكت نيو ماركت والا اولد في اكزيستنج يبقى حنتكلم على حاجة اسمها الانسوف جريد ونشوف الممكن تكون متاحة للماركتير ودي احد ادوار الماركتير ان هو يحدد للشركة اللي ممكن تكون موجودة اه على مستوى الشركة. ده بشكل مختص جدا كلامنا ان شاء الله هيكون على الستراتيجي عشان نرد على سؤال هاو تجوه للبوينت اللي احنا عايزين نروح له. اشكرا يا رب محمد يهر اه احنا كنا بنتكلم جيرني يا شباب احنا بنتدي في الاخر في الاول خالص نمسك الكيس وهي على بروتكت قريدي ممبود. اه يعني هنتعرض لي وهنشوف بقى ايه البرودكت اللي احنا نشتغل عليه ان شاء الله بشكل عملي بحيس انه الابجيكتف بالنسبة لنا بعد ما نخلص الاتنين وثلاثين ساعة تقدر بسهولة جدا تأبلاي اللي انت تعلمته. اه فانت ماشي في الجيرني عملت situation analysis عملت الابجيكتف وحددت ايه هي segmentation والtargeting والpositioning والطريقة اللي انت هتجروب بيها زي ما شرحت دكتور محمد. هنسلم على طول بقى للمحطة اللي بعدها tactics. هتامبلمنت ده ازاي. اه وتحط البودجت ازاي. وتكونترول او الامور دي ماشي يا صح ولا لا. ممكن هياك دكتور محمد راجب تشرح لنا ايه دور الماركتين هنا في البرت ده. شكرا عبد الرحمن على ال nice question. خلينا يا جماعة نتكلم على two inescapable reality. Two reality موجودين في الحياة او موجودين في الماركت بتاعنا ده. We cannot escape from them. Number one. Number one. You will always have a limited resources. اي شركة في العالم. Including apple. Including Microsoft. They have to some extent. They have limited resources. دي اول reality. The second reality. You will always have tough competition. مفيش حد في الماركت يا جماعة. معندوش competition. مفيش داوة من غير ما مالوش competitor. الكيييكويتشن اللي كلنا بقى دلوقتي هنقوم مع بعض وعازين نحاول نجاوب عليه. How to use limited resources to ensure achieving high competitive advantage أو هاو تستخدم unlimited resources اللي عندك دي إنك انت إنك انت ت overcome competitor بتوعك it's a very systematic process وخلينا أقول لكم عن تجربة عن experience it has nothing to do is luck it's a systematic process how to dig deep into the behavior of your customer وهاو زي ما دكتور مهاب قال how to position yourself how to position yourself in this في حتة البجت how to develop البجت وhow to ensure optimal budget allocation لكل activity إيه هي activity اللي بنسميها vital view اللي هي قريبة شوية من بريترول إيه هي small activity أو الشوية activity اللي انت هتعملها it will ensure انك انت زي ما قلنا to overcome to overcome competition تمام مهم جدا يا جماعة لا يعرف زي ما قلت لكم systematic process معروفة واضحة هنخش فيها in details the probability to succeed generally عالية بس we have to track we have to keep we have to monitor we have to always monitor the KPIs هنتكلم the KPIs to each tactics how to monitor ولازم يكون عندنا encourage ان لو plan not working زي ما احنا كنا originally we have زي ما قلت لك ودي فايتة control and we have to re-evaluate our decision دكتور طارق اتكلم في الاول اتكلم على تلاتة step where to play how to win what to do التلاتة دول لازم نفهم يا جماعة ان هي iterative process يعني ايه iterative process it's back and forth يعني عادي جدا ان انا اخترت الـ playing field how to win عادي جدا ان انا اخترت الـ activity بتاعتي where to play اخترت الـ second activity how to win لقيت ان انا لقيت ان انا لقيت ان انا زي ليس something wrong i have to go back و re-identify تاني where to play اغير السيجمت اللي انا اخترتها من الاول لان الكابابيليتي بتاعتي او الـ strengths بتاعتي بعد ما اخترت الـ playing field بتاعتي لقيتها انها مش هتديني الـ competitive age اللي انا عايزها ف it's back and forth يبقى هو ده الـ budget بصفة عام التاكتكس التاكتكس وخيرا نقولها بمنطقة البساطة التاكتكس هي الاكتيفتي اللي احنا بيها هنحول او الـ action اللي احنا بيها هنحول الـ strategy لsomething بقى something tangible something هنقدر ان احنا هنقدر ان احنا to communicate او to deliver our value to our customer تمام يبقى الـ budget tactics والـ implementation في اسئلة كتيرة جدا يعني اسئلة كتيرة جدا جات لي ازا يطلب more budget هو انا لو طلبت more budget للبراند بتاعي هيتوافع عليه لو احنا مشيه على step d step by steps لو احنا solid لو احنا الاناليسس بتاعتنا لو احنا عندنا full confidence في الاناليسس بتاعتنا we will able to request more budget انا انا مثلا as a marketing manager كان عندي brand managers شايف ان في واحد deeply involved في الماركت بتاعه وفاهم كويس قوي هو بيقول الراجل دارس كويس قوي we never he ask for a budget تمام immediately immediately I give it to him فدي من الاسئلة المهمة جدا تمام the implementation tactics budget control how to develop budget وازاي الشركات generally بت develop budget as a percentage of sales ولا وانت ازاي بتقسموا على الشهور وازاي بتعمل control بتاعك حلو يعني اشكرك محمد على الشرح ده واشكر كل التكاترة على الشرح اللي احنا هنمر بيها ان شاء الله على مدار 8 أيام خلينا اقول لكم ان هما 32 ساعة بتقسموا انه 7 أيام هنشتغل على كيس starting from يوم 13 يناير ان شاء الله ده اول wave لغاية اخر يوم اللي هو اليوم التام ده عايز اقول لكم انه يكون يوم presentation كل الشباب اللي مشتركين في الجروب احنا قلنا ان احنا مش هنسيبهم الا ما انشور انه هما بي implement صح وانه هما اخدوا كل المتيريال اللي يساعدوهم انه هما implement كيس هنديهم كيس هنقسمهم groups وبعدين هنيجي اثامن يوم هيكونوا شغالين live هيعرضوا الكيس كاملة كل واحد هي present الكيس بتاعته لو احنا قلنا فيه 40 واحد مشترك فكل الاربعين واحد هتقسموا الgroup كل هنشرح الكيس كاملة بعد ما هما قاعدوا مع بعض وبي formulate presentation مع بعض وافضل presentation هتاخد اعلى score وهيكون لها جايزة انا عايز اقول لكم مش هادي الادفانتج ده احنا الادفانتج الاهم ان احنا خطبنا شركات وشركات كتير وفقت انها هكون موجودة هتobserve البرزنتر من الaudience نفسهم وافضل برزنتر او افضل presentation ممكن يعملوا معهم interviews ويتقبلوا معهم في الشركات ان شاء الله انا مرة تانية اشكر برضو كل ضيوفنا الاعزاء ان شاء الله نتقي على خير مع بداية الوايف الاولى يوم 13 يناير اخيرا برضو يا شباب احنا كنا بنتكلم انه في الوايف الاولى خلص الحجز فيها بس بعد الاقبال وطلب الناس كتير عملنا ويف تانية هتبتدي يوم سبعة وعشرين واحد احنا بنقفل باب الحجز اليومين دول بس احنا قلنا نعمل مدة 24 ساعة خصم 25 ابعث لي وفورا هو يتواصل معك ويبعث لك التفاصيل شكرا يا دكاترا ومعليش طويلنا عليكم يا شباب ونلطقها على خير وتصبعها جميعا على خير ان شاء الله شكرا 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 شكرا